رح ننتقل لضيفنا الكريم زي ما حكيتي لهومام عيد مؤسس مكتبة الموسيقى العربية وحاصل على جائزة من جوائز عبد الحميد شوان صباح الخير هومام صباح النور أنا سعيدة بتواجدي معكم اليوم واستضافتكم الكريمة للمكتبة الموسيقى العربية ومن أول تأسيسها والتلفزيون الأردني كان الصباق في صراحة المشاريع الريادية يعني بتتذكر أكيد طبعا قبل ثلاث سنوات قبل ثلاث سنوات كان لسه نحن نحن نحكي عن انطلاق تجريبي بسنوعنا نحن نحكي عن المكتبة وبداياتها واليوم بالنسبة لنا يوم مميز بما أنه يوم الموسيقى العربية فالمحديث عن المكتبة صراحة في هذا اليوم يعني شي نفخر فيه طبعا أنت شاركتوا بجائزة عبد الحميد شوان للابتكار 2020 وحصلتوا على جائزة حكيمنا أكثر عن هالمشاركة نحن احدى المشاريع الفائزة بجائزة مؤسترض حميد شوان للابتكار وهي جائزة طبعا أن الواحد يحصل عليها للمنافسة الشديدة والتمييز المشاريع يعني ما بقدر أحكي أنه إحنا فوزنا لأن المشاريع الثانية إلا كنا كلنا في أنه عنص الابتكار موجود حتى المشاريع التي وصلت للنهائيات كلها تمتلك عنص الابتكار جائزة عبد الحميد شمان من الجوائز المهمة عربيا ومحليا أكيد ونحن طبعا نشتغل الفريق بكل جهده للحصول على هذه الجائزة نعم خلينا نحكي عن مكتبة الموسيقى العربية يعني خلينا نحكي هي عبارة عن موقع صراحة احترافي جدا والأول من نوعه نظبوط خلينا نحكي شوي عنه بشكل عام وين وصلتوا فيه جهودكم المبذولة في هذه المكتبة بشكل عام ومن القائم عليها تحديدا غير هما معيد فيه فريق أكيد قائم عليها أو لا أنا ممثل فريق ممثل نعم مؤسس المكتبة وأكيد يعني عمل الإنسان لحاله ما بقدر يقوم فيه كامل خصوصا بهذه الضخامة ونحن لساتنا ببداية الطريق يمكن بعد ثلاث سنين كما رح أقول لك لساتنا ببداية الطريق لأن المشروع أكبر لأن المشروع أكبر من قدرتنا صراحة ولكن نحن حاولنا نبدأ بأول خطوة في المكتبة مكتبة الموسيقى العربية هي منصة رقمية موقع إلكتروني للنوتات الموسيقية العربية سواء كانت غنائية أو موسيقية آلية هو الموقع الأول من النوعه في الوطن العربي نقدر نحكي هذا الأشي ونتمنى وجود كمان مواقع مشابهة أكيد نحن ليس بمنافسة بالثقافة المنافسة مشروعة وجميلة أكثر من هي مزعجة أمبارح من خلال تصفحي للمنصة كمشاهد وكحدة ممكن أن يفتحها المنصة أردت في هذه الأشياء يميزها أريد أن أخذ بوجهة نظرك بما أنك أنت المؤسس لهذه المنصة ما الذي يميز منصتك اليوم؟ أولا وجود موقع مرجعية للنوتات الموسيقية العربية يمكن أن هذا حاجة لدي كثير من الموسيقيين نوعا ما نقدر نحكي مهم حتى إلي كموسيقي لما كنت أبحث عن النوتات أضطر أكتبها وكتابة الموسيقى تحتاج إلى موهبة التي هي تمييز النغمات من خلال سماها فقط وكما تحتاج خبرة أكاديمية للقراءة والكتابة وبتحتاج ممارسة وهذه الثلاثة توفروا عند قليل من الناس ولكن كثير من الذين يعملون في المكتبة منهم أنا وطورنا موضوع التدوين لحتى يكون مناسب لكل الألات الموسيقية يعني مثلا نلاقي النوتة موجودة بمفتاح صول منها موجودة بمفتاح فا حتى تناسب الألات التي صوتها غليظ والألات التي صوتها رفيظة موجودة في بعض النوتات وليس كلها موجودة فيها الكوردات الكوردات هي مثلا الألات مثل البيانو مثل القيتار التي ترافق الموسيقى العربية فمشان تخدم كل الفرقة الموسيقية احنا حاولنا النوتة الموجودة تخدم أكثر من آلة وأكثر من طبقة موسيقية حتى مثلا مرات فينا صوتها رفيح فينا صوتها غليظ فموجودة النوتة بأكثر من طبقة جميل طيب همام كنت عم بسألك قبل شوي عن مرحلة ما قبل الفوز غير عن بعد الفوز بعد الفوز أكيد في أفكار أو خطط عادينا عم تشتغل عليها في هذه المكتبة إذا ممكن تحكي لنا عنها أكيد جائزة الابتكار ستختصر علينا سنوات من العمل الفردي لأنه بيكون في قدرة مالية لالإنتاج بطريقة أكثر للمكتبة وهذا الأشي بيختصر علينا وقت رح يتم خلال هذه السنة بإذن الله إضافة المكتب السماعية للتسجيلات النادرة ورح يتم كمان إضافة لعديد من الدروس وإحنا حاليا بمناسبة يوم الموسيقى العربية أطلقنا برنامج اللي هو دليل في المقامات لتوثيق كل المقامات العربية بشكل فيديو قصير لكل مقام في كمان فيديوهات تعليمية على المنصة كان كتير حلو مبارح وأنا كنت مستمتعة وأتبحكي لك تحت الهواء أنه لما دخلت المنصة لقيت حالي مبسوطة أنه إشي جديد وبنفس الوقت أوكي صح بيستهدف ناس معينين مش كل ناس محتمين بالموسيقى لكنه أرث اليوم لما تحكي عن مكتبة الموسيقى العربية حتى الإسم بيخليك حفظ حالك أنك أنت فخور أن يطلع من بلدك مكتبة احكينا عن الفيديوهات التعليمية وعن الشركات بينك وبين الفرق المحلية وكمان العربية بالعودة للمقطة التي حكيتها حضرتك 100% صراحة الموسيقى هي جزء من تراثنا هي جزء من هويتنا العربية والفيديوهات الموجودة همنا من خلالها الانتشار أكتر والوصول العالمية يعني نقدر الموسيقيين الأجانب والموسيقيين الغرب يطلعوا على الموسيقى العربية وقدروا أنه نقدر نشوفها ببساطة نقدر نتعرف عليها ببساطة الفيديوهات جميعها مجانية موقعنا لا يعمل دروس على الانلاين ولكن كلها مجانية هدفها بس الانتشار ومشاركة الناس بالخبرات الموسيقية والمبالغ الموجودة للنوتات الموسيقية هي مبالغ رمزية هدفها بس استمرارية العمل في المكتبة الشركات همان بينكم وبين الفرق المحلية والعربية الشركات هي فعليا زي ما نحكي صفحة لتقديم الفرق المحلية تحديدا الفرق المحلية يعني مظلومة خصوصا الفرق الموسيقية الموسيقى الآلية عندما يسمع بالتقدي الشرقي ينقرض اسم التقدي الشرقي فحنا دورنا هون كمكتبة وكشباب منتمين وعننا القدرة أن ننجز أن نعرض هذه الفرق الموجودة للعالم وللعالم العربي خصوصا وللعالم بشكل عام طيب همام يعني بصراحة من حديثك وهذه جائزة الابتكار كلنا منعرف أن مؤسسة عبد الحميد شمان بشكل عام دائما تهتم بموضوع الاستثمار في الإبداع المعرفي والاجتماعي والثقافي يبدي منك رسالة للشباب بشكل عام بعد تجربتك معهم وبعد مشاركتك في هذه المسابقة إيش تحب تنصحهم في هذا المجال لحابب اللي عنده فكرة اللي عنده سغلب يبدع فيها كيف يقدم لها المسابقة ويشارك معهم ويحصل على هذا الدعم منهم مصابقة مؤسسة عبد الحميد شمان ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية هي صراحة جائزة مهمة يعني جائزة مهمة كاسم الحصول عليها أكثر من ما هي مهمة ماليا ولكن تختص السنوات من الإنجاز لأي فكرة موجودة صراحة أنا بنصح كل صبية أو شاب عندهم فكرة رائدة أو بيعتقدوا عندهم إيمان بفكرتهم أنهم يقدموا لمسابقة عبد الحميد شمان لأنه حتى لو ما فازوا رح يتلقوا الدعم عشان يطوروا من نفسهم من إدارتهم للشركات طبعا هي مصابقة يعني نقدر نحكي للشركات الناشئة أو للأفكار التي تتحول لشركات ناشئة أو رائدة كل سنتين بيقدروا يقدموا لهذه الجائزة وبيمروا بست مراحل تصفية كل مرحلة أصعب من الأمور أرجع بالسؤال الأخير لك قبل ما أشكرك هل هذه المنصة مصدر موثوق للنوتات العربية أو للموسيقى العربية احتمالية الخطأ البشري في كل عمل 5% فإذا أخذنا لغة إنسة كان بسر 5% من كون محظوظين نشكرك مع المصدقية صراحة نشكرك على مصدقيتك نشكرك على هذا الإبداع وإن شاء الله يارب نشوفك بمحلات عالمية نكون فخرين فيك فيها دائما بيوم المصدر في إيش تحب تحكي كلمة أخيرة الصراحة أحب أشكرك مرة تانية وأشكر فريق العمل كامل لأنه لولا اهتمامكم بالبداية بالمكتبة الموسيقى العربية يمكن ما كنا وصلنا لهم هما معي تشكرا جزيلا دائما نقول بأن الموسيقى دائما بتهذب الروح وبتهذب النفس والموسيقى دائما بتنشر السلام وتخليه عم في الأرجاء فبصراحة بعد هذه الفقرة الموسيقية نروح نشوف تقرير نعم رح نطلع لتقرير إلى الويب دير نحن أخذ بيت يعيش بهذا التقرير